أكد المهندس وجيه الضلعين مدير أشغال العقبة أن نسبة الإنجاز في مشروع إعادة تأهيل النقب الحميمة وصلت إلى أكثر من 20% مضيفا أنه تم الانتهاء من إضافة الطبقات الإسفلتية الأساسية على المسرب الأيمن باتجاه عمان وطبقات الرصف وصولا إلى طبقات التأسيس والبدء بتنفيذ طبقات الرصف شاملا طبقتين الفرشيات وطبقات الخلطة الإسفلتية المرحلة التي نحن فيها موجودة هي مرحلة الخلطة الإسفلتية الموجودة طبعا الكل في لهذا الجزء الذي طوله تقريبا 8 كيلو حوالي 3 مليون دينار الشركة العاملة في هذا الموقع هي شركة أوردنية المشروع هو امتداد من رأس النقب وغاية منطقة الحميمة الطول الكامل لكل المقطعين لهذه الطريقة هي 22 كيلومتر هذا الطريق تخدم جميع المتوجهين من عمان إلى العقب من وإلى العقبة بالإضافة لأعمال الإنشائية راح يتم إنارة الأعمدة بناءنا أتوجيه معا لوزير أشغال عمل وإسكان حتى تكتمل المنظومة يعني يكون هناك إن شاء الله طريق رايح جاي من هذه المنطقة وإنارة موجودة وسلام مروري كامل